اهلا بكم اتسمت العلاقة الايرانية الامريكية في العراق بالتعاون الوثيق بين الطرفين منذ العام 2003 وحتى اليوم وان بدت في بعض محطاتها انها نوع من المنافسة وربما الخصومة لكن ثم تم يؤكد ان هذه الخصومة الظاهرة هي مجرد توزيع للادوار بين واشنطن وطهران وانهما متفقتان على الاساسيات وهو ما تجلى في دعم الطرفين غير المحدود للعملية السياسية التي صممها الامريكيون في كل مراحلها منذ العام 2003 وحتى اليوم الدوران الامريكي والايراني في تشكيل الحكومة القادمة في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا كل هذا السخاء من الدعم الامريكي والايراني للعملية السياسية وحكوماتها برغم تسببها بتدمير العراق وتشريد اهلها ولماذا اقطاب العملية السياسية كلهم على اختلاف توجهاتهم بحاجة مستمرة ودائمة للدعم الامريكي والايراني وما هو الثمن السياسي والاستراتيجي الواجب على شركاء العملية السياسية تسديده نظير هذا الدعم من الامريكيين والايرانيين لهم وهل سيكون بمقدور الحكومة القادمة في العراق ملامسة معاناة والام العراقيين الذين يتظاهرون يوميا ضد فساد شركائها ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني اياد الدليمي بعد احتلال الولايات المتحدة العراق في عام 2003 استغلت طهران هذا الوضع ومدت نفوذها بقوة الى الداخل العراقي حتى اصبحت هي اللاعب الابرز على الساحة العراقية ربما اكثر من الدور الامريكي ذاته احيانا لم يؤدي الغزو الامريكي للعراق فقط الى اسقاط نظام الحكم فيه بل ادى الى اسقاط الدولة العراقية برمتها ومؤسسات الحكم فيها بشكل كامل تقريبا اعطى هذا الانهيار المؤسساتي الفرصة لايران في التدخل والتأثير بحيث تضمن على اقل تقدير عدم مجيء حكم معادل لها اذا لم تستطع ايجاد حكم موال تدخلت ايران بثقلها في العراق واستخدمت اهمة واخطر ادواتها فيه وهي ميليشياتها الطائفية المسلحة اصبحت ايران بالاضافة الى الولايات المتحدة اللاعب الاساس في العملية الانتخابية بحيث استطاعت اجبار واشنطن على التباحث بشأن حاضر ومستقبل العراق طار الايرانيون فرحا بالطريقة التي اتبعها الامريكيون في ترسيخ المحاصصة الطائفية والعرقية بين احزاب العملية السياسية في نظام الحكم الجديد فالحاكم الامريكي للعراق المحتل بول برايمر انشأ مجلس الحكم الانتقالي في حزيران عام 2003 الذي جاء مجلسا طائفيا ذا صبغة شيعية بالدرجة الاساس تلقفت ايران هذه التطورات فدعمت الحكومات الطائفية وسارعت بالاعتراف بها وتوطيد العلاقات معها وهو ما اعطى لطهران موطئ قدم في العراق الجديد في كل الحكومات التالية اذ عملت على ترسيخ القاعدة التي بدأتها الولايات المتحدة بتعزيز النهج الطائفي في اقتسام السلطة وذلك من خلال قيامها بجهود واسعة في ازالة الخلافات العالقة بين التيارات الشيعية المتصارعة استكملت ايران تنفيذ استراتيجيتها في العراق من خلال محاولة التحكم في العملية الانتخابية عن طريق حلفائها من الاحزاب والميليشيات وفرق الموت الطائفية وتواصل الدوران الامريكي والايراني في التعاون لتشكيل كل حكومات عراق ما بعد العام 2003 اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحثوا في الدورين الامريكي والايراني في تشكيل الحكومة القادمة في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليمي من الدوحة مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور منذ 15 سنة وشركاء العملية السياسية على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية كانوا بحاجة دائمة ومستمرة للدعم الامريكي الايراني مشهورة اسنادا دعم سياسي اقتصادي بعسكري وغير ذلك يحتاجون الى هذا الدعم في الامور الصغيرة وفي الامر الجلل والكبير وكما هو الحال الآن في جولات سليماني ومبعوث الامريكي لتشكيل الحكومة ألم يعن لهذه الطبقة السياسية الآن أن تنظر سياسيا بحيث أنها تصبح في غنى عن هذه المشورة عن هذا الدعم أمن القضية مرتبطة بالمشروع وأسس وقواعده بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد بداية علينا أن نعود سؤالك يجعلني أعود مرة أخرى لنسأل لماذا جاءت أمريكا واحتلت العراق ولماذا إيران ساهمت في احتلال العراق ودعمت العملية السياسية التي أقامها الشيطان الأكبر مثل ما يقولون الغاية من احتلال العراق هو تدمير العراق تخريبه والخمسطع السنة أكثر من خمسطع السنة واضحة جدا ماذا فعله بالعراق المطلوب أن يكون هناك عراقا ضعيفا من يحكمه مجاميع معينة قالوا أنها ستكون مثالا للآخرين نعم سأقول لماذا هم أصروا على أن العراق سيكون مثالا مثالا في من يقودوه إيران نفس تشترك مع أمريكا في نفس الهدى تريد عراقا ضعيفا كلما كان العراق ضعيف هي تمددت وكلما كانت قدراتها أعلى كلما كان العراق قويا شكل حاء الصد ضد التطلعات والآمال الإيرانية والأطماع الإيرانية هذه معروفة فلذلك العملية السياسية بالنسبة لإيران وللولايات المتحدة هي القاسم المشترك بينهم التي يتفقون عليها وعلى أساسها بدأت تخادم تخادم في جعل العراق بهذه الصورة نعم تختلف واشنطن تختلف طهران في قضايا كثيرة لا نقول أن واشنطن وطهران تتفقان 100% أبدا هناك اختلافات كثيرة هناك اختلافات وهذه معروفة لكن في قضية العراق في قضية حكم العراق هناك تخادم وهذا التخادم قد تحصل بمشاكل هل تعتقد حتى اللحظة التخادم على الرغم من هذا الاستخطاب هناك تصعي سياسي وإعلامي بين أمريكا وإيران هناك حضر هناك حضر نفطي لا زال التخادم أو التوافق لذلك أنا قلت أن المصالح الإيرانية والأمريكية تختلف في كثير من الأحيان تختلف في مناطق معينة لكن في قضية العراق هناك اتفاق هناك إطار عام ودقيق يجب أن ينفذ من يرعى هذا الإطار واشنطن وطهران ترعى هذا الإطار وتقاسمان فيما بينهما المسؤولية عن هذا الإطار ورعاية هذا الإطار وبقاء هذا الإطار وبقاء الشخص الذين يحكمون داخل هذا الإطار وهؤلاء الشخص دعني أقول أيضا حتى تكتملوا الصورة عندما قالوا نحن نريد العراق مثالا هم جاءوا بأقل الناس كفاءة وقدرة وأكثر الناس قدرة على السرقة والنهب والتزوير والتضليل والكذب والخداع ورعاية هذا المشروع التخريبي الذي يؤدي العراق إلى الخراب بالتالي عندما يأتون بهذه الشخص بهذه العملية ويرعونها طوال هذه السنوات وإصرار شديد على رعايتها حتى بعد 15 سنة وأن هؤلاء ما زالوا قاصرين يتعاملون معهم كمجاميع قاصرة تحتاج إلى المشورة وتحتاج إلى التوجيه وتحتاج إلى حتى أن يقاد أحدهم من يديه ليجلس على الكرسي الفلاني هكذا يتعاملون معهم هذا ليعطون مثالا للخارج يعطون مثال لكل دول المنطقة والعالم أنه هناك شخصيات ومجاميع في دول كثيرة معينة تريد أن تكون مثل هؤلاء تحصل على أموال كثيرة في بنوك تحصل على مناصب كثيرة تنهب تسرق هناك في الشعوب موجودة مثل هذه المجامية هكذا يشجعونهم يعطونهم كمثال هذا المثال رعينا هذه المجامية ورعينا هذه العملية ممكن أن تطبق عندكم إذا ما أرادت المصالح الأمريكية أن تتدخل في الدولة الفلانية والدولة الفلانية لذلك قالوا مثالا فبالتالي هؤلاء سيبقون قاصرين مجموعة من القاصرين لأنهم أساس الرعاة لهذا البرنامج منفذين ونواطير على هذا البرنامج أو مدللين دكتور عبد الحميد العاني يعني مع كل أزمة صغيرة أو كبيرة تواجه شركاء العملية السياسية يهرول الأمريكيون والإيرانيون للحضور وإرسال كبار الموظفين سياسيين أو عسكرين إلى بغداد كما هو الحال الآن بحضور سليماني والسفير بريت ماك جورغ في مفاوضات تشكيل الحكومة لما هذا الدلال الأمريكي الإيراني لهذه النخبة لهذه الطبقة السياسية إذا صح التوصيف مع أنها قوى سياسية جرت كل هذا الخراب والتدمير على البلد ومغضوب عليها شعبيا الآن الغضب الشعبي تقريبا بالإجماع يعني إذا تحدثنا باللغة الطائفية سنة أكراد شيعة مسيح غضب شعبي صار فوما يتجلى في التظاهرات الآن المستمرة في جنوب العراق بالذات بسم الله الرحمن الرحيم تحية للجميع لا بد بالبداية أن نفرق بين مسارين في هذه العملية السياسية تحديدا ما يحدث في العراق مسار الذي هو الفضاء الإعلامي في العلاقة بين أمريكيا وإيران والمسار الآخر على أرض الواقعي ما يتم في الميدان في الإعلامي بين العلاقة بين إيران وأمريكيا كلاهما يؤمنون بقضية بأمر مهم يجمع بينهما وهو أن الكذب جائز ولذا فهم يكذبون في الفضاء الإعلامي في ظهار الخلاف والإدعاء وربما تمويه على أن هناك صراع بينهم نحو في أو في الملف العراقي أما ميدانيا فهي ليست المرة الأولى التي يتم في هذا التخادم الذي ذكره الدكتور رافع قبل قليل منذ بداية بل قبل الاحتلال وهذا باعتراف إيران نفسها حينما قالت لو لا إيران لما حدث الاحتلال وطيلة السنوات الماضية كل مفصل من المفاصل العملية السياسية التي حدثت لم يكن ليتم لو لا التوافق الإيراني الأمريكي أما الآن السؤال فلماذا هذا الدلال لهذه النخبة القوى السياسية رغم أنها هي مرفوضة شعبيا القضية الشعب هنا ليس خارج إطار المعادلة المعادلة هنا بالنسبة للشركين الأساسيين أمريكيا وإيران هي استمرار هذه العملية السياسية ومن ينفذ هذه العملية هذه الكتل الموجودة اليوم ومن تطعم فيها هي ذات الكتل التي شاركت بالتمهيد الاحتلال العراق الذي ما يسمى في وقتها بالمعارضة حتى وكان الثمن ملايين من القتلى مئات الآلاف في السجون ملايين في المهجر مهجرون في الداخل والخارج بل الثمن العراق بكله الثمن العراق كله هذا لا يهمهم لأنه المهم أن يستمر المشروع وهؤلاء الموجودون اليوم هم مجرد أدوات لتنفيذ هذا المشروع وسواء كان مرضيا عنهم أم لمس مرضيا عنهم هذا أمر آخر لأنه القضية أن الشعب ليس بالحساب هناك شرط أساسي لاستمرار هؤلاء الأدوات ألا وهو أن يكون طائعا للشريك أو لصاحب المشروع الأساسي منفذا لما يريد لكن طبعا هناك مساحة طبعا في الحركة لهؤلاء المنفذين لكن بالجملة أن هذا القطار قطار العملية السياسية يجب أن يستمر مهما كانت الثمن ورأينا كما أشرت قبل قليل ملايين النازحين مليارات الدولارات من ثروة البلد التي ضاعت بل حتى مليارات قادمة لأنه روحنا اقتصاد العراق القادم يعني اليوم ليس فقط أبناء العراق الموجودون اليوم هم الذين يعانون بل حتى الأحفاد سيعانون نتيجة فساد هؤلاء الموجودين اليوم في هذه السلطة فهناك تخريب تام للعراق بل حتى أن هذا التخريب وهذا الدمار آثاره قد انتقلت إلى خارج العراق ولذا لا يهم هؤلاء الشركاء أصحاب المشروع هذه الأمور لأن الشعوب هي آخر من ينظرون إليها والأساس هو أن يستمر مشروعهم ويسير كما يريدونهم نعم أستاذ يادل دليامي في الدوحة يعني هل ثم تعيب في أن يستعين العراق الديموقراطي ويطلب المشورة من أصدقائه الإقليميين إيران أصدقائه الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية لتعضيد أو تصويب مسارة أو تجربة الديموقراطية الجديدة والمتعثرة لأسباب كثيرة لماذا هذا التشكيك؟ لماذا هذه الاتهامات على مساعدة تطلب من أصدقاء إيران اليوم صديق للعراق الجديد الولايات المتحدة دول أخرى أيضا معظم معظم الإقليم هو صديق للتجربة الديموقراطية ما العيب في هذا الأمر في البداية تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدين قناة الرافدين طبعا ليس هناك أي عيب بالعكس الدول عندما تتعثر في مسارها الديموقراطي أو الاقتصادي أو السياسي تستعين سواء بالدول الكبرى أو بالدول الإقليمية هذا طبعا في الوضع الطبيعي الوضع العراقي ليس بالوضع الطبيعي بالتالي يعني ليس عيبا فقط وإنما هو إجرام وجريمة ترتكب بحق الشعب العراقي والعراق كدولة لها تاريخ ما يجري في العراق اليوم هو ليس استعانة بالطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي للمساعدة على تشكيل الحكومة وإنما هي محاولة فرض أجندات إما أمريكية أو إيرانية على شكل الحكومة المقبلة لو نعود إلى العام 2003 وما تبع ذلك رقم الإحزار الأمريكي للعراق الحكومات التي شكلت بالعموم لم تخرج بعيدا عن الأهداف الأمريكية أو الإيرانية في العراق بالتالي حتى المناكفات التي كانت تحصل كانت مناكفات تنتهي فيما بعد بالترضية ما بين الطرفين لكن هذه الحكومات جاءت كلها بغض النظر عن طريق انتخابات وصناديق اقتراع بغض النظر عن الموقف من هذه الانتخابات جاءت بالنهاية بنتيجة الصندوق انتخابي نعم أنت بعد تجربة عقود من الزمن والعراق يحكم بالحزب الواحد جاءوك بصناديق اقتراع وقالوا نشكل دولة ديمقراطية وهب الناس للانتخاب وشاهدنا وتابعنا وعشنا تلك الظروف الأولى التي جاءوا بها بصناديق الاقتراع وهب الناس للانتخاب على أساس طائفي مجلس الحكم كما تفضل الدكتور الرافع قبل قليل شكل على أساس طائفي كانت هناك ثلاث أضلاع طائفية وعرقية في العراق تدور حولها العملية السياسية طرف شيعي طرف سني طرف كردي الخطير الآن أننا وخلال هذه السنوات الماضية وبعد أن تم ترسيخ مظهوم طائفي لتوزيع السلطة ما بين الشيعة والأكراد والسنة وأن يكون رئيس الوزراء الشيعي ورئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سني وكانت الكتل تتشكل على أساس طائفي أو أساس إرقي كما حصل مع الأكراد ثم السنة والشيعة في العام 2010 وتحديدا في هذه الانتخابات النصطلية وأنا أقول أنها انتخابات نصطلية لأنها رسخت مظهوم جديد كارثي بالإضافة للكوارث التي ارتكبت باسم العملية السياسية والدمقراطية في العام 2010 تم حث الجمهور والشعب العربي السني في العراق للذهاب إلى تنديق الابتراع وتغيير الواقع السيء وذهب العرب السنة بكثافة كبيرة جدا لانتخاب قائمة يعتقدون أنها ستمثلهم القائمة التي كان يتزعمها أياد علاوية القائمة الوطنية وفعلا حصلت هذه القائمة على 61 مقعد وجاء في المركز الثاني قائمة ثلاث دولة القانون بزعمة نور المالكي بتسعة وثمانين مقعد وهنا حصلت قامة كبرى بالإضافة إلى الكوارث السابقة التي حصلت وهو ما يعرف بتفسير الكتلة الأكبر عندما ذهبوا إلى المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة الأكبر أنها الكتلة التي تشكل تحت قمة البرلمان هذه كانت تارثة لأنها سحبت من أيدي الشعب العراقي أي وسيلة للتغيير من خلال صناديق الابتراع لهذا لو نرجع إلى انتخابات التي حصلت في 2014 كان هناك عزوف من الشعب العراقي وبالنسبة كبيرة الانتخابات الحالية كانت نسبة العزوف تتجاوز 80% المشاركة لم تصل حتى العشرين بالمئة هذا لأنها القصة يعني تحولت ليست بمجرد أن نحن سننذهب إلى صناديق الابتراع ونأتي بكتلة ربما أو قائمة ربما تكون أفضل من الآخرين أو أنها قائمة ليست طائفية تجاوزنا هذا اليوم هناك عملية ترتيخ لمفهوم كان في أكبر اليوم الصراع لن يتحول بين صراع كتلة سياسية شيعية وكتلة سياسية سنية وأخرى كردية اليوم الصراع بات بين الكتلتين شيعيتين ولم يعد السنة والأكراد سوى توابع أرقام يضافون لهذا فيرفعون من رصيده ويضافون لذلك فيرفعون رصيده بالتالي نحن أمام مشهد كارثي نرسخ مفهوم جديد في العملية السياسية أن التنافس المستقبلي حتى عبر تناديق الاختراع سيكون بين كتلة شيعية وكتلة شيعية والآخرين هم عبارة عن ثوابع ولا واحدة نعم أشكر أكسر واضح دكتور رافع ونتحدث عن قضية التداعيات السلبية أو الخطيرة لتدخل أجنبي إيراني غير إيراني أمريكي في العملية السياسية في تشكيل الحكومات والقضية لا تندرجز من إطار المشورة وطلب المساعدة من أصدقاء في إطار الندية والعلاقة الطبيعية بين الدول ما هي التداعيات السلبية ما هي المخاوف أو الهواجس التي تعتمل في نفوس الناس الرأي العام في العراق من التدخل أو الدور الإيراني أو الأمريكي في إخراج حكومة في العراق كما جرى الحال من 2003 إلى اليوم لماذا هذا الخوف ما هي السلبيات أولا أستاذ ماجد أدنا جانبهم جانب هذه القوى السياسية وجانب الشعب دعني أولا أتكلم عن القوى السياسية التي تدعي اليوم أنها ترفض التدخل الأجنبي ولا تقبل التدخل الأجنبي لأنه يعني على حد قول هادي العامري أنه أي تدخل أمريكي في العملية السياسية وتشكيل حكومة سيجعلنا نسقط هذه الحكومة خلال شهريا لأنها حكومة عميلة هذه نقطة والميليشيات أخرجت تظاهرات في بغداد ضد التدخل الأمريكي نعم هذه نقطة من عام 2003 لحد الآن كل هذه القوى برعاية أمريكية إيرانية قامت بالانتخابات وانتخبت وحكمت بالرعاية والحماية الأمريكية الإيرانية وجاءوا إلى العراق بهذا القطار وهم يعرفون هذه من يتحدث عن العمالة إذا كانوا كل هؤلاء معملاء ما هي معايير العمالة إذن إذا كانوا هم يرون أنفسهم مجموعة من الوطنيين مجموعة من القوى الوطنية المخلصة هذه واحد البعض يقول أنه إذا تدخل أجنبي موجود سيؤدي إلى تشكيل حكومة وفق نظام المحاصصة الطائفية والإثنية القومية طيب إذا كنت ترفض أنت المحاصصة الطائفية والإثنية والقومية أنت من 15 سنة تشترك في هذه العملية السياسية المبنية أساساً على المحاصصات مبنية من مجلس الحكم مثل ما أشار إليها الأخي الأستاذة قبل قليل من مجلس الحكم لحد الآن هي مبنية على المحاصصات الطائفية وهلقى تشيعة هلقى تسنة هلقى تكرات ما هذه الحقيقة هذه وبنيتها على ذكر العامل هناك تصريح أيضاً قبل أيام قال أن الدول العربية تحاول إرجاع الحاكم السني إلى العراق وهذا لن نسمح به هذا طبعاً هذا أيضاً يتناقض مع حديثهم عن الدموقراطية والعراق الحور والرأي الحور والتقبل الآخر وهذه الكذبة الكبيرة هم يفضحون أنفسهم دعنا من هذا كله نعم لكن عندما يقولون نحن يعني من ريد نعيد المحاصصة طيب كيف لا تريد أن تعيد المحاصصة أنت في عملية سياسية أنت ملتزم بها وتدافع عنها وتستقتل من أجلها ولا تقبل المساس بها وهي مبنية على المحاصصة لأن دكتور بدونها سنذهب إلى المجهول نعم ونذهب إلى نهارة العملية السياسية طيب نحن نذهبون إلى الفوضى العارمة أقل الضررين الآن كما يقولون العملية السياسية إذا كان الأمر هكذا فعليهم أن يتبنوا العملية السياسية ويتبنوا المحاصصات لأن لأن هم يعملون في ظل هذا الإطار أما أن يقول أنا أرفض المحاصصة وهو متمسك بالعملية السياسية فهذا التناقض غريب عجيب ويتكلم عن الوطنية يريد قرار عراقي علينا أن نتساءل ما طبيعة القرار العراقي شنو معايير القرار العراقي في عراق بعملية سياسية مبنية على المحاصصة الطائفية والأثنية وبأحزاب وقوى تابعة لإيران وغير إيران وتعلن نفسها بشكل واضح وتتحدث يعني بأجهزة الإعلام كلها على الشاشة يظهرون ويقولون نعم ندافع عن إيران لأسباب كذا 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 وهم مشتركون في العملية السياسية وبالانتخابات وإلهم حصتهم كيف يمكن وإيران مستقتلة سليماني في العراق والسفير الأمريكي ماكورك في العراق يريدون أن يتوصلوا إلى طبخة مسمومة جديدة للحكومة القادمة ما علاقة يعني ما هي المصلحة العراقية الشعبية الآن أتكلم عن الشعب هذا الجزء ذهب ليس للشعب العراقي أي مصلحة في تشكيل هذه الحكومة والحكومات السابقة من عام 2003 لحد الآن بدليل أن العراق من سيء إلى أسوأ والمواطني العراقي من سيء إلى أسوأ وحياته والآفاق اللي أمامه كلها مغلقة وبعد 15 سنة أكثر من 15 سنة ما زال يظهر يطالب بالكهرباء والمي الصالح للشرب ويطالب بتبليط شارع ويطالب مدرسة ومستشفى وبأبرة ودواء وإيقاف الفساد هذه كارثة عندما الأساسيات غير متوفرة إذن هؤلاء في وادي والشعب في وادي آخر الشعب ليس له مصلحة في كل هذا ما جرى والشعب أعلنها في آخر انتخابات أنه 80% 82% يعني لم يذهبوا إلى الانتخابات وعزفوا عن الذهاب إلى الانتخابات ولم يشاركوا فيها وكما أن التظاهرات أيضا سقف المطالب وصل إلى إلغاء العملية السياسية ضد الأحزاب ضد الوجوه ويعرف الشعب أيضا يعني أنه مصالح العراقي غير موجودة نعم غير يعني ما لها أي حسابات هذه القوة سنتحدث دكتور بالتالي هو خارج هذه الحسابات ويعرف أن هؤلاء لا يحققون لا مصالح عراقية ولا خدمات للعراقيين ولا شيء للعراق نتحدث في الجزء الثاني من هذه الحلقة عن قدرة أي حكومة مشكلة برعاية أمريكية وإيرانية كما جرى الحال قدرتها على أن تعكس مصالح الشعب أو أنها تقترب من معاناتها وهمومة وتطلعاتها إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن التدخل أو الدور الإيراني والأمريكي في تشكيل الحكومة القادمة في العراق موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث فيها الدورين الأمريكي والإيراني في تشكيل الحكومة في العراق في طاولة الدكتور رافع الفلاحي دكتور عبد الحميد العاني والكاتب الصحفي إيادة الديليمي من الدوحة دكتور عبد الحميد العاني ونحن نتحدث عن قضية مشهورة أو استعانة في تشكيل الحكومة من أصدقاء العملية السياسية إيران وأمريكا بيلدات هل القضية تتعلق بطلب فعلا مشهورة والاستناس بالري والاستفادة من تجربة الأمريكية مثلا حتى إيران في الانتخابات لتصويب المسار وتلافي بعض السلبيات في العراق أمن القضية متعلقة يعني كما يقول الكثير بعملية إملاءات وأجندة خارجية أمريكية إيرانية تتعلق بمصالح الدولتين بعيدا عن مصالح العراق وشعبه المطحون بالفساد والطائفية وانعدام الخدمات الأساسية يعني حتى نجيب على هذا السؤال لنستعرض التاريخ تاريخ هذه العملية السياسية والعلاقة بينهما لنترجم معنى المشورة التي بينهما بين أمريكا وإيران وبين الأدوات التي هي في هذه الحكومة سنرى أن هذا العنوان عنوان المشورة هو مجرد عنوان لكن حقيقته هو تنفيذ وأوامر عليا والأدوات هؤلاء يعترفوا أكثر من مرة بأنه لو لا القبول الإيراني والموافقة الإيرانية ما تمت قبول أو الموافقة على هذا في هذا المنصب أو ذلك وخير دليل حتى لا نذهب بعيدا قضية الحروب الماضية التي دمرت فيها المدن التي كانت تحت عنوان المشورة كانت الطائرات الأمريكية والميليشيات الإيرانية ليس فقط كما يعانون المستشارين وإنما أدوات تنفيذ نأتي الآن إلى هذه المسيرة العملية السياسية اليوم نحن نتحدث عن وظيفة وعن ثمن وظيفة الأدوات بالمناسبة الأركان العملية السياسية تقوم على ثلاثة أمريكيا وإيران والأدوات والأدوات جميعا هم شاء أو أبو حتى الذين قد يدعون ويعلونون مسبة أو شتيمة إيران هم في الحقيقة هم داخلون في خدمة التخاذب المشروع الإيراني والأمريكي نأتي إلى الوظيفة الوظيفة هو استمرار هذه العملية السياسية وبقاء القاطرة على سكتها وعدم كروجها عنها وهنا في هذه الوظيفة الصلاحيات الأولى والأخيرة حصرا بيد صاحب المشروع أمريكيا وإيران بينهما تفاهمات لإبقاء هذه القاطرة على هذه السكة نأتي إلى الثمن الثمن هو هذه المناصب وما يتبع عن المناصب من عقود وهمية وغيرها وفساد ونهب وإلى غير ذلك من أمور وبالمناسبة نحن نتحدث فقط عن وزارات مناصب وإنما إلى أصغر وظيفة هنا يتم بيعها في هذه المساومات هذه الوظيفة أو هذا الثمن عفوا لتلك الوظيفة هناك مساحة تركتها أمريكيا لهؤلاء الأدوات أن يكون بينهما مساحة للتنافس بل حتى الصراع لتحسين وضع هذه الجهة أو هذا الشخص على حساب شخص آخر إذن الحقيقة هي ليست مشهورة وإنما هي أوامر حقيقية ولكن هؤلاء الأدوات يجنون من ورائها هذه الأثمان على حساب من؟ على حساب الشعب العراقي وعلى حساب العراق تاريخا وحاضرا ومستقل نعم أستاذ أياد في تجربة الـ 15 سنة الماضية من التدخل والإملاءات والأجندات الأمريكية والإيرانية التي قادت العراق إلى هذا الانحدار إلى هذا الخراب والتدمير العام في العراق يعني لماذا لا يتوقف الطرفان الداعم والمتلقي أو المدعوم متلقي الدعم عند هذه النقطة لإجراء مراجعة وجرد لهذه الكلفة الكبيرة التي تحملها البلد وأهله ويعادت النظر بهذا النهج بدل عملية الهروب إلى الأمام ومزيد من الخراب والتدمير الجاري الآن في البلد يعني حتى نجيب على هذا السؤال لابد أن نتوقف عن نقطة مهمة أعتقد أن هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها الإلهية المتحدة الأمريكية تدخل أسري وعنيف بتشكيل الحكومة العراق كل الحكومات الماضية التي شكرت من 2003 غاية آخر حكومة 2014 كانت العملية تتم إلى حد كبير بنوع بين الطراب بين الطراب الأمريكان لم يكونوا معنيين بشكل كبير بالحفوص التي تأتي للعملية السياسية وتشكيل الحكومة كلها بالنهاية داخل هذا الإطار لكن هذه المرة الأمريكان لديهم مشروع على ما يجب إيران شاهدت انسحاب الأمريكي من الحكومات النووي العقوبات الأمريكية في شهر نوفمبر تفضل العقوبات على النفط الإيراني حيث استنفيد هذا أعتقد أن الأمريكان الآن معنيون جدا بتشكيل حكومة عراقية تنسجم مع ما يريدونه من إيران هم الحكومات التي توالت على الداخل والتي أدت إلى انتيار البلد وانتيار الدولة والمؤسسات كافة فروحها وأنشطتها هذه الحكومات تفصلت من قبل إقونات يصح أن نطلق عليهم إسم موظفين يعملون عند هذا الطرف وعند الطرف الآخر بالتالي لا يحق للموظف أن يقول لمجيره توقف عن إشراكة والعمل وأن تذهب بطريق وأنا بطريق هم موظفون لهذا لنفعهم لكن سلوك هؤلاء الموظفين إذا أسمعني ساد لكن سلوك هؤلاء الموظفين جرى الخراب على البلد وعلى أهله وأيضا ربما هناك قنبلة شعبية ربما ستنفجر وتنسف هؤلاء الموظفين ومشروعهم وكل ما ربما أسسوه خلال 15 سنة لماذا لا تتم المراجعة على الأقل حفاظا على مشروعهم على مكاسبهم التي جنوها خلال هذه الفترة يعني أعتقد موضوع القنبلة الشعبية لم يعني الأوان حتى تنفجر هذه القنبلة الشعبية ما زالت لدى إيران وأحزابها وميليشياتها في العراق الأدوات التي من خلالها يمكن أن تقطع هذه القنبلة لكن حاجز الخوف حطم الآن أن يشتم الخميني وخامنئي في جنوب العراق وتهاجم مقرات الميليشيات وتحرق وتقتحم والشتم لإيران وإيران بره بره وهذه طبعا محطة فاصلة يعني أستاذ ماجد الثورة تحتاج سنوات حتى تصبح ثورة شعبية نحن شاهدنا هذه ليست أول مظاهرة ولا ثاني مظاهرة ولا ثاني مظاهرة تخرج في الجنوب تطالب بالحقوق ربما هذه المرة المظاهرات كانت أشمل وأوسع وكما تفضلت أنها أصطت حاجز الخوف لكن ما زالت تحتاج إلى المزيد بالتالي أعتقد أن إيران أو أمريكا تدرك جيدا أن هذه الضغوط الشعبية ستدفعها إلى أن تمرر بعض التحسينات هنا وهناك لانتصاص النقمة الشعبية لكن بالمطلق الطرفان الأمريكي والإيراني متفقان إلى أبعد حدود الاتفاق أن العملية السياسية يجب أن تبقى ويجب أن تستمر وأن الشخص الموجودة في داخل العملية السياسية ربما هي أفضل من يقود هذه القاطرة بالشروط الأمريكية والإيرانية وإلا هل يعقل اليوم أن نتحدث عن طرف سياسي أمريكي يمثله السيد مقتد الصدر وعمار الحكيم والسيد حيدر العبادي هل يعقل؟ هل تعتقد أنت أو يعتقد المشاهد أن هؤلاء الثلاثة يمثلون طرفا أمريكيا بمقابل طرف آخر مدعوم من إيران؟ نحن نعرف كلنا أن اليوم الدهاء الفارسي الدهاء بني فارس معروف وليس بجديد هؤلاء اليوم أوصلون إلى مرحلة أن إذا في لحظة ما نجحت الضغوط الأمريكية وشكل السيد حيدر العبادي الكثة الأكبر فحجم الخسارة الإيرانية ليس بالكبير السيد حيدر العبادي في تصريح له قبل أسابيع عندما قال سنلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران قامت الدنيا ولم تقعد في بغداد عليه ثم عاد بعد أسبوع ليقول أنا أقول سنلتزم بالتبادل بالدولار مع إيران ولم أقول أكثر من ذلك حتى السيد حيدر العبادي لا يمكن له أن يخرج عن نطاق المشروع الإيراني المرسوم في العراق أعتقد أننا اليوم أمام إعادة تشكيل للصراع في العراق هذا الصراع الذي قبل سنوات كانوا يتكلمون عنه أنه صراعا طائفيا اليوم بات الصراع شيعي شيعي وحتى هذا الصراع الشيعي الشيعي كما هو صراع بالنهاية محكوم إيرانيا صراع تعرف إيران إلى أي مدى يجب أن يكون وأين يجب أن يقف أعتقد أن المقبلة هي مرحلة ربما أشكرك شكرا للكاتب الصاحف الأستاذ إياد دليمي من الدوحة شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاحي في ضوء التصعيد الإعلامي والسياسي بين إيران وأمريكا يعني ثمت من يعتقد أن هذا التخادم الأمريكي الإيراني الذي تأسس في العراق عام 2003 ومازاله مستمرا وأنتج خمس حكومات لحد الآن والحكومة أيضا الجديدة في الطريق في طريقه للتفكك هذا التخادم وهذا التوافق وهما سينعكس إيجابا على الحالة العراقية اللم يكن حاضرا ففي المستقبل لالبدأ بإخراج العراق وانتشاله من المخالب أو القبضة الإيرانية دقيق مثل هذا التفاؤل؟ هو فعلا إذا ما جرت عملية يعني إيقاف هذا التخادم أو انهيار هذا التخادم فبالتأكيد سيخدم قضية الوطنية العراقية بالتأكيد هذا هذا التصعيد السياسي الأمريكي الإيراني التصعيد الأمريكي ضد إيران هل تعتقد أن فيه جدية؟ هل يحمل مؤشرات على هذا التفكك والتشضي في هذا التوافق؟ في السياسة الأمريكية وفي السياسة الإيرانية محاور كثيرة وساحات كثيرة يتصارعون على ساحات كثيرة لكن في الساحة العراقية هناك تخادم من المصلحة الأمريكية والمصلحة الإيرانية تستوجب التخادم هناك نعم ربما هناك مواجهات هناك فساحات ملتهبة هناك واشنطن تحاول الضغط على إيران بهذا الاتجاه أو ذلك الاتجاه لكن في قضية العراق هناك تخادم لا يمكن القبول إلا به هناك توافق لماذا هذا التوافق المزمن أو الديمومة فيه؟ لماذا في العالي العراق؟ الهداف واحدة الهدف الأمريكي والهدف الإيراني واحد إلى حد التطابق؟ نعم هو جعل العراق ضعيف جدا ولا أحد يستطيع أن يجعل العراق ضعيفا إلى هذه الدرجة إلا عملية سياسية وإلا هؤلاء الشخص إلا هذه القوى والأحزاب التي ترعاها إيران وترعاها أمريكا وتعمل ضمن هذا الأفوق وتحت هذه المظلة ليس إلا هؤلاء من هم يستطيعون أن يوصلوا العراق إلى الحضير إلى الهاوية هذا هو المطلوب المطلوب وأن يعطون مثل ما قلت قبل قليل تتحدث عن النموذج يعطون نموذج لكل دول الدنيا أن هذا النموذج الذي يحكم في العراق يستطيع أن يسرق يستطيع أن يثري يستطيع أن يفعل ما يشاء وهو بالحماية الأمريكية أمريكية ولن تتنازل عنه أمريكا فمن أراد من هذه الشعوب إذا ما أراد الهوى الأمريكي أو الهوى الغربي أن يغير نظاماً معيناً على القوى الموجودة في ذلك الشعب أو ذلك الشعب أن تتمثل بهذه المجموعة وأن تتطابق مع الهوى الأمريكي هذه موجودة على ذكر دكتور النموذج هل تعتقد أن هذا النموذج الذي صممه الأمريكيون بمساعدة ورعاية الإيرانيون وسيروه خلال 15 سنة يعني هذه الفترة التي جرت سيستمر أيضاً سيستمر ويتواصل في ظل معطيات على الواقع التظاهرات الشعبية بهذا الوعي المتزايد بكسر حاجز الصوت بالشعارات التي رفعت هل سيقدر له أن يستمر أيضاً نتيجة التوافق الأمريكي الإيراني في الأربع سنوات القادمة تعتقد؟ أنا لا أعتقد هذا ربما في السنوات الأربع القادمة ربما سيستمر بتعثر بشكل صعب سيستمر لكن نحن ما زلنا ننتظر من الرقم الأصعب اللي هو الشعب العراقي الرقم الأصعب في كل هذه المعادلة الذي يمحي هذه المعادلة ما زال دوره ضعيف ما زال قدراته غير يعني منسجمة مع بعضها إذا ما انسجمت هذه القدرات إذا ما هذا الوعي تطور مناسب هذا الوعي تطورت سيكون لنا حديث آخر وسيكون القضية بشكل آخر ولن تستطيع لا أمريكا ولا إيران ولا كل قوى الشرف العالم أن توقف هذا السيل إذا ما أراد الشعب العراقي شعب حي شعب حيوي حضاري قادر أن يفعل ذلك لكن هناك من يضغط عليه هناك يعني عوامل كثيرة الآن موقف هذا الشعب ربما هناك تحرك الآن نلمس هذا التحرك نلمس هذا الظو في آخر النفق نحتاج إلى فترة معينة إلى دكتور عبد الحميد أيضا دعني فقط أقول قضية ربما فاتني أن أقولها من يتحدثون عن أن العملية السياسية لا نريدها يعني لا نريد حكومة بمحاصصات طائفية وقومية عليهم أن يخرجوا من العملية السياسية لأن العملية السياسية هي مبنية على هذا الأساس فإذا كانوا يدافعون عن العملية السياسية ويشاركون في فعالياتها هم جزء من هذه المحاصصة لا يتحدثون عن هذه المحاصصة والثاني عندما البعض عندما يتحدث مثل هذه العامري عن حكومة عميلة عليه أن يقول للعراقيين طيب والحكومات التي مضت من عام 2003 هل كانت وطنية؟ وإذا كان سيقول وبالتأكيد سيقول أنها حكومات وطنية ماذا فعلت للشعب العراقي لكي تكون حكومة وطنية؟ إذا كانت حكومات وطنية والعراق وصل إلى هذا المستوى والمواطن العراقي في أسوأ حالاته فكيف بالحكومة العميلة التي يتحدثون عنها؟ وما شكل العمالة إذا كانت حكومة وطنية قد وصلت العراق إلى هذا المستوى فقط هذه دكتور عبد الحميد العاني في ضو هذه المعطيات الجديدة الوعي الشعبي المتنامي بخطورة مشروع الاحتلال وحزابه وشخصياته وطبعا الرأي العام غسل يديه تماما ونفض يديه من هذه التجربة السياسية الموجودة في العراق وهو ما تجلى في الشعارات التي ظهرت في التظاهرات في جنوب العراق يعني هل تلمس هل ثم التفاعل أن هذا الوعي قد يترجم إلى حالة عملية ميدانية وبالتالي يذهب باتجاه التغيير لأنه يأس من التغيير عن طريق العملية السياسية ومسارها وآليات انتخابات وما إلى ذلك التغيير يحمل لواء التغيير بيدة نعم بالتأكيد هو الذي يحمل لواء التغيير هو الشعب وهو الرقم الصعب كما ذكر الدكتور قبل قليل والذي ينظر إلى الوقائع العراقية يرى أن هناك تزايدا وتصاعدا في ليس فقط في قضية الوعي وإنما ترجمت هذا الوعي إلى رفض شعبي حقيقي وهذا الرفض رأيناه في قضية المقاطعة للانتخابات لا أقول عزوف على الانتخابات وإنما نقول مقاطعة لأنها كانت مقاطعة مقصودة ثم جاءت بعد ذلك التظاهرات التي تصاعدت فيها الشعارات وظهرت فيها شعارات جديدة كسرت فيها حاجز الخوف وظهرت فيها قضية تشخيص وهو أنه التظاهرات لم تعد تنتقد أشخاص وإنما بدأت تنتقد هذه العملية السياسية بإطارها العام وبرعاتها وانتقاد إيران وأمريكا لذلك هذا التصاعد في الوعي وفي العمليات الرفض الشعبي هي ما يؤدلل أو ما يعطينا هذا الأمل وهذا التفاؤل لكن كما أتفق مع الأستاذياد أنه إلى الآن لم تصل إلى درجة الثورة لكنه المهم أن يستمر الشعب لا يتنازل بل هناك تصاعد في هذا الرفض وهو الذي يبشر بالخير لكن حينما ستأتي اللحظة المناسبة التي أشار لها الدكتور قبل قليل في ذهاب هذه الضغوط سينقلب السحر على الساحر ويحقق الشعب العراقي ما يصبو إليه ويريده بحكومة وطنية حقيقية إن شاء الله تعالى شكرا ليدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في عيات علماء المسلمين وشكرا أيضا لأستاذ أياد الدليمي الكاتب الصحفي كان معنا من الدوحة في قطر عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في الدورين الأمريكي والإيراني في تشكيل حكومات عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي ومنها أيضا الحكومة التي يجري تجي مفاوضات ومساومات لتشكيلها نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنستبع منه لخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دكتور منذ عام 2003 اليوم نفس الإطار نفس الأسس نفس الشخوص نفس الرعاة كل حكومة تتشكل بالتوافق أو التسوية الأمريكية الإيرانية ومنها هذه الحكومة بحضور شليماني والمبعوث الأمريكي إذا ما جرت الأمور بنفس المسار إلى أين نحن ذاهبون خلال أربع سنوات أولاً أستاذ ماجد كما قلنا في حديثنا خلال هذه الطاولة المباركة أنه لا مصلحة شعبية عراقية في تشكيل هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها من عام 2003 لحد الآن والدليل أن ما حصل في العراق الآن كارثة كبيرة في ظل هذه العملية السياسية وظل هذه الأحزاب والقوى والشخوص الذين يحكمون العراق إذن لا مصلحة شعبية هناك مصلحة حزبية مصلحة تابعة لأجراء وهناك مصالح عليا لأمريكا وإيران في استمرار هذه العملية السياسية الكل يتنافس ليس ببرنامج وطني أو ببرنامج لخدمة المواطن يتنافس بتعبير عن أيهم أكثر ولاعاً لهذا الطرف أو ذاك الطرف الخارجي لثمن دعمه وإسناده نعم لذلك هم يتنافسون بالأكثر يعني قوة في الدعم الخارجي الأكثر عسكرة الأكثر ميليشيات الأكثر قدرة على النهب والسيطرة هذه مجموعة التنافسات الوضع في العراق ذاهب إلى الكارثة الكبيرة تشكلت هذه الحكومة بعد شهر بعد شهرين بعد ستة أشهر لن يختلف الحال في الشخص الذين يحكمون بل سيكون الوضع أسوأ العراق يعني قد أنهيكه تماماً يبقى المعادلة النهائية تتغير شكلها يتغير النتاجها بالشعب العراقي فقط هؤلاء ماضون في مشروعهم لتخريب العراق وتدمير العراق مستعى السنة لا تكفي ماضين في نهب العراق وتخريبه والشعب العراقي هو القادر أن ينهي كل هذه المعزلة شكراً دكتور ننتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم